تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وذلك بمناسبة إنهاء سمو الرائد الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة دورة القيادة والأركان المشتركة بنجاح من جامعة المشات البحرية الأمريكية في مدينة كوانتيكو بولاية برجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية ورفع صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أسماء آيات التهاني وتبركات إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة داعينا الله عز وجل أن يوفق السمو الرائد ركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة لخدمة مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعه